اخبار اليوم كان في موقف تقريبا اجماعي حتى ان المشير طنطاوي طلب ان احد من كبار القادة يسأل المرحوم الفريق رضا حافظ كان قاد القوات الجوية على اساس علاقة مبارك بالقوات الجوية كقائد تاريخي لها ان رأيه ان المسألة وصلت لمنتهاها وان فيما خوف ان الشعب ان الجماهير هتروح تحاصر قصر عربة قد تحدث مشكلة بين الحرس الجمهوري وبين مواطنين فكان رأيي الفريق رضا وانا سمعت هذا الكلام من قائد رفيع المستوى على نفس الردبة قال له اذا كان في امل 1% في المبارك فسوف يهدر هذه الناس بجمال مبارك وقال رأيه فيه كتب الفريق عبدالعزيز في الدين صغة البيان زي ما شفناها ووزيعت يوم 10 فبرايس ده كان الاجتماع استمر حد فجر 10 فبرايس استوقفتني البان كان فيه 3 عناصر رئيسية اللي انعقد المستمر اولا انعقد دون القائد الاعلى يعني خلاص عزله الجيش عزل قائده الاعلى اعتبر انه فيه اهل لهذا المكان نمرة 2 التفاهم للمطالب المشروعة نمرة 3 انه في حالة انعقد مستمر بالرقم واحد يعني فيه 2 و3 و4 وانه في حالة انعقد مستمر اتصالت بشخصية كانت موجودة في السلطة في ذلك الوقت وقلت له انت شاف الباني ازاي قال لي ممكن يبقى فيه تفهم قلت له انا وجهة نظري فيه كذا وكذا وكذا انتهى هذا النظام يعني مبارك مسألة ساعات اما ان يعلن بنفسه او اما ان يعلن تنحيه او تعلم تنحيته اه كنت امتابع معه مصادري في القوات المسلحة يمكن الجورنان صدر اه في عدد 11 فبراير يعني اللي هو الاحداث اللي بتحصل عشرة في عدد 11 فبراير بعنوان الجيش ينحازل الشعب اه كان المفترض انه مبارك يبقى فيه اه في ذلك اليوم انه يطلع البيان وبعدين ارجقت زي ما احنا عرفنا لحد فبراير وان البيان يصدر بعد ما يصل الى شرم الشيخ اه ما كانش فيه اي مخرج اخر لان رغبة الشعب كل مبارك بيصدر البيانات متأخرة وفقدة الصلاحات لكون تجاوزتها مطالب الشعب يعني اللي تقال يوم 28 اللي تقال يوم واحد كان مفروض يتقال يوم 28 واللي تقال يوم كذا ثم جاءت البيانات الكارثية بتاعت 11 فبراير هو وبيان كان ايضا بلغ السوق هو تنحى كان الاول انه فوض اومر سليمان بالقيام بمعمة رئيس الجمهورية ثم اه اعلنت تنحيه والباني اللي القاه اومر سليمان وتكليف القوات المجلس الاعلى القوات المسلحة بقدار شؤون البلاد هو كرجل عسكري فاهم ان ان في حالة غياب رئيس الجمهورية وما فيش اي شيء بتاعت ان المجلس الاعلى القوات المسلحة هو اللي يقدر انه يحكم السيطرة على البلاد بلد في حالة توتر الشرطة منتهية القضاء مدمرة كل مؤسساته ومحروقة مفيش اي مؤسسة اخرى في الدولة موجودة الحزب الحاكم انهار تماما مفيش لابد كان انه يكلف المجلس الاعلى القوات المسلحة لما راح المرحوم اللي هو اومر سليمان تاني يوم يقابل المشيطة انطوى اظن كان مع الفريق احمد شافيق فكان واضح من الكلام انه دوره انتهى كان نائب رئيس الجمهورية ان المسألة تجاوزته ان المجلس الاعلى هو اللي بتاولى شؤون البلاد وانه لو احتاجوها اتلبوه